اليوم احنا في وقفة تضامنية مع أبنائنا طلبة الثاني عشر أمام مبنى وزارة الصحة لإرسال رسالة واضحة لهذا الوزير اللي لم يقوم في دوره المطلوب اليوم احنا عندنا 400 مدرسة وحنا نشكك أن هذه الـ 400 مدرسة فيها منظومة صحية كاملة اليوم احنا نحط المسئولية على وزير الصحة ونحط المسئولية على وزير التعليم وراح يكون لنا وقفة بإذن الله جادة في الأيام القادمة وقفة مع أبنائنا الطلبة وراح يكون الوقفة هذه راح تخص وزير الصحة ووزير التربية في هذا التصرف القير مسؤول والقير جاد في اتجاه أبنائنا الطلبة وشكرا محمد البعض يقول أن الاختبارات الورقية سقطت في مجلس الأم ومجلس الأم هو يعبر عن هذا لا لا احنا ما سقطت الاختبارات الورقية فيه من صوت على الاختبارات الورقية اليوم احنا يعني ما نعاند ولا نقول احنا لازم عياننا الطلبة يؤدون اختباراتهم الورقية واحنا نعلم أن الوضع الصحي متدهور في البلد اليوم انتم تشوفون الحالات الحالات في الزياد والمرض هذا الله يشفينا منه ويشفي جميع مرضى المسلمين في الزياد فما هو معقولة أن نجمع طلبتنا اللي هو حوالي خمسين ألف طالب في مدارس احنا ما ندري شنه الاحترازات الصحية من قبل وزارة الصحة واحنا السنة اللي فاتت قدمت الاختبارات عن طريق الاولاين واعتقد أنها نجحت وكل الدور المجاورة لنا قاعدة تأدي الاختبارات عن طريق الاولاين وهذا كلام مو صحيح وبعدين عندنا طلبة احتياجات خاصة انا ما دري شنه راح يتعاملون معاهم اشتركوا في القناة